هي دمعة على خد طفل وثقت من بين آلاف العيون التي بكت وتجرعت الجوع والفقر والموت وفي العراق تسأل أين الطفولة في من هلك يجيب شعب الرافدين بحسرة وأبنائه من يقتل طفولة العراق ومن يصنع عمالة الأطفال ومن يتربص بهم خلصة خطفا جهارا نهارا يكشف تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن عن أكثر من 2114 طفلا تعرضوا لانتهاكات جسيمة في العراق من بينهم أطفال قتلوا وشوهوا واختصبوا ما بين عام 2015 و2019 قصة حلم غسلته دمعة طفل أو طفلة من ألم وعوز ويتمن وحاجة في الثاني عشر من شباط يحل يوم اليد الحمراء الذي يعنى بالحديث عن أطفال يجندون في الحروب والصراعات وإذا وضعت الأرقام فإن العراق يتصدر بلدان العالم في تجنيد الأطفال وسرقة طفولتهم العمريات العسكرية منذ 2003 وحتى اليوم نتج عنها ما بين 4 و5 ملايين يتيم تعيلهم مليون ونصف أرملة بحسب أحصاءات مرضمة اليونسف اليونسف ذاتها حذرت بالحصار الذي يعيشه أطفال العراق ودوامة العنف والفقر برقم خطير حيث 5 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة بحسب القانون في الدستور وفر ضمانات للطفل في قانون العقوبات العراقي حيث نص على جرائم المتعلقة برعاية القاصر وتعريض الصغار للخطر وهجر العائلة وأغلبه صنيع جماعات السلاح لكن السؤال يبقى من ينقذ الطفولة في العراق لطالما يقبع عنوان يحدث ضجيجا في الرأس أن العراق ضمن أخطر عشر دول لعيش الأطفال لطالما ينقذ الطفولة في العراق